ونحن تحت رحمة اتفاقية الإطار الستراتيجي ماذا قدمت للعراقسيات الفريق؟ اتفاقية الإطار الستراتيجي عبارة عن كذبة كالكذبة التي يرددونها منذ اندلاع حرب أكتوبر عندما قالوا أن يجب إيقاف الحرب في غزة الآن يجب إيقاف الحرب في لبنان لكن هل يجب هذه؟ كانت بعضها أفعال على الأقوال؟ لا هي مجرد أقوال مجرد أقوال حتى الرأي العام يستخفلون الرأي العام وأنهم يقومون بهذا لهذا أنا أعتقد أن الأمريكان في اتفاقية الإطار الستراتيجي أيضا سوقوا لنا الكلام ولم يلتزموا ببلود الاتفاقية وهذا الأمر على سبيل المثال حماية الأجوال العراقية هو من صلاحياتهم وهم تعهدوا بذلك في حين أن إسرائيل قامت بضربات عديدة في داخل العراق واستهدفت قطعات رسمية من الحجد الشعبي وسقط شهداء في هذه الضربات وأمريكا هي المسؤولة عن الأجواء إذن اتفاقية الإطار الستراتيجي فيها الاتزامات على الجانب الأمريكي ولكن من يجبر أمريكا على تمثيذ هذه الاتزامات؟ من يجبر الولايات المتحدة؟ ليش السياسيين العراقيين ومن وقع هذه الاتفاقية؟ لا زال يؤمن بها حتى هذه اللحظة؟ ليس هناك إيمان بها نعتقد السياسيين العراقيين أذكياء في هذا ويدركون أن الولايات المتحدة نصبت فخا في قضية الاتفاقية الإطار الستراتيجي لتقييد العراقي نحن سنقوم بدعم الجيش العراقي سنقوم بدعم بتأمين أجواءكم احنا ابتلعنا هذا الفخ؟ ابتلعنا هذا الطعوم؟ هي فرضة فرض الولايات المتحدة تفرض هذا ليش لأن الإمكانيات لديها يعني هم الآن مثلا في قضية التسليح أموالنا موجودة في ظلما وعدوانا في البنك الفيدرالي الأمريكي وبحماية بتوقيع من الرئيس الأمريكي يعني دولار ما يطلع إذا ما يوقع وهي فلوسنا لا فيها عقوبات ولا علاقة بأي قضية أخرى مجرد إحنا مبيعاتنا وصادراتنا تجي على طريق الفيدرالي الفيدرالي يتمسك بها ويعطيها للعراقين بالقطار العراق ما يقدر يقولها للولايات المتحدة هنا أنا كافي ويلغي هذه الاتفاقية ويروح يسلح من غير دولة؟ هو المشكلة الكبيرة أن الإدارة الأمريكية فاقدة لأخلاقية الإعلاقات يعني هذه الإدارة ليس فيها يعني نوع من الالتزام الأخلاقي تجاه الدول حتى لو كانت حليفة هي تريد الدول تم تثل لها على سبيل المثال إذا العراق اتخذ خطوة من هذه الخطوات وسحب فلوسها من الفيدرالي الأمريكي واتجه للتسليح لتنويع مصادر التسليح من دول متعددة ستقوم بشن حرب خفية في الاقتصاد وستقوم بإسقاط العملة كما فعلت مع تركيا نتذكر أن نستورد تركيا لأس أربعمية كانت الليارة مئتين وثمانين مئة دولار تجاوزت الثلاث بسبب التهديدات الأمريكية الخفية لتركيا وتمكنت من إيذاء تركيا بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر